أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي عن وصول الخبراء من الوكالة إلى جميع محطات الطاقة نوية في أوكرانيا لبحث سبل تقديم الدعم والمساعدة للموظفين وقال جروسي أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا في موقع محطة زابوريجيا للطاقة الذرية منذ بداية شهر سبتمبر الماضي لتقديم الدعم والمساعدة لموظف المحطة مشيرا إلى إحراز تقدم ملحوظ في إنشاء منطقة حماية للأمن والأمان النوويين حول المحطة أكد مندوب روسيا دائم لدى المنظمات الدولية في فيانا ميخايل أولياناف ضرورة وضع مراقبة دولية في إطار إنشاء منطقة حماية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية لضمان الالتزام بالاتفاقيات بهذا الشأن مشيرا إلى أن موسكو تبحث المسألة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشدد أولياناف على أن دعوة مباشرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كييف لوقف قصف محطة زابوريجيا النووية من شأنها أن تسهم في انفراغ الوضع وأشار إلى أن موظف الوكالة الدرية في المحطة يعرفون جيدا من يقصفها مرجحا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي لا يتحدث مباشرة عن سبب القصف بسبب القيود عليها داعيا إلى تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية كما أعلن الحاكم العسكري الإقليم زابوريجي أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على ضواحي الإقليم وأوضح المسؤول الأوكراني أن القوات الروسية هاجمت الإقليم بصواريخ أصابت منطقة قريبة من المستشفى العام في السياق ذاته ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن وحدات من قوات الدفاع الوطنية صدت على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية هجمات من قيانب القوات الروسية في المناطق القريبة من إقليمي دانتسيك ولوهانتسيك بجنوب البلاد تسعة وأشهر مرت على انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا المواجهات بين الجانبين لا تزال على حالها القصف والقصف المتبادل اجتياحات وانسحابات من المدن والبلدات الأوكرانية كر وفر بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية أما الجديد فهو تلك الكلفة الباهظة للحرب وهي ذمار البنية التحتية الأوكرانية الأمر الذي حول معيشة الأوكرانيين إلى كابوس كل هذا وسط ترقب لقدوم فصل الشتاء القارس فعلى مدار الأيام الماضية باتت أوكرانيا بقعة مظلمة على الكرة الأرضية إذ تعاني منذ أشهر من أزمة كهرباء خانقة جعلت معظم أنحاء البلاد من دون تدفئة بالإضافة إلى انقطاع المياه أيضا في مناطق عدة من ضمنها العاصمة وهو الأمر الذي دفع سلطات كييف إلى تنبيه المواطنين للاستعداد لمزيد من الهجمات وتخزين المياه والطعام والملابس الثقيلة كما دفع رئاسة الأوكرانية لافتتاح حوالي أربعة آلاف نقطة تدفئة في جميع أنحاء البلاد حيث لم تتخطى درجة الحرارة الصهر من جانبه أكد الرئيس بولوديمير زرينيسكي أن هناك حوالي خمس عشرة منطقة تعاني مشاكل في إمدادات المياه والكهرباء موضحا أن وضع الكهرباء لا يزال صعبا في كل المناطق تقريبا وأضاف زرينيسكي أنه يتعمد كل ساعة إعادة توصيل كهرباء لمزيد من المستهلكين كما أضاف أن بلاده صمدت طيلة تسعة أشهر من الحرب الشاملة ودع شعبه إلى مواصلة الصمود الجانب الروسي اعترف بمهاجمة البنية التحتية الأساسية وأكد أنه يفعل ذلك بهدف الحد من قدرة أوكرانيا على القتال ودفعها للتفاوض أما أوكرانيا فتقول إن مثل هذه الهجمات تعد جريمة حرب أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية ستولتبرغ أن الحلف لن يتراجع عن دعم أوكرانيا وأشار إلى أن فنلندا والسويد ستحضرون اجتماعات الحلف مؤكدا أهمية الانتهاء من عملية انضمامهما للناتو وخلال مؤتمر صحفي أعرب ستولتبرغ عن ترحيبه بعرض ألمانيا تعزيز الدفاعات الجوية لبولندا من خلال شحن بطاريات باتريوث إلى وارثو ولسيما بعد حادث سقوط أحد الصواريخ على الأراضي البولندية أرحب بالعرض الألماني بتعزيز الدفاع الجوية في بولندا وذلك من خلال تعبئة بطاريات الباتريوث إلى بولندا وبعد الحادث الكارثي في بولندا الأسبوع المنصرم حيث خسر شخصين حياتهما تم تضطر كثيرا هذا الموضوع ونعرف أنه خلال سنوات الماضية عمل نايتو على زيادة وجوده في دول الحليفة ومنذ فبراير أيضا عملنا على زيادة الوحدات العسكرية بالإضافة إلى الجنود في الميدان كما حصلنا على دفاعات جوية وبحرية إضافية وذلك يشمل أيضا أنظمة الدفاع الجوية من خلال طائرات المضادة للصواريخ بالإضافة إلى منظومات جوية كمنظومة بيتريوت فضلا عن أنظمة الدفاعات البحرية إذن بشكل عام نحن وزدنا وجودنا في المنطقة ولسيما في الحدود الشرقية لتحالفنا فضلا عن ذلك نعرف أن أحد المسؤولين العسكريين الألمان القبار يملكون القدرات على تعزيز قدراتنا على الحدود الشرقية لتحالفنا أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن ما قالت أنه استهداف روسي للبناء التحتية المدنية في أوكرانيا جريمة حرب وأن بلادها سترسل مئة مولدة على الطاقة إلى أوكرانيا وأضحت الوزيرة الفرنسية أن روسيا تستخدم فصل الشتاء سلاحا في حربها على أوكرانيا في وقت أفادت في وكالة ناس الروسية باستدعاء الخارجية الفرنسية السفير الروسي لدى باريس أعلنت الحكومة البريطانية أن وزير الخارجي البريطاني جيمس كليفرلي التقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زلانسكي لتأكيد دعم المملكة المتحدة الثابت لكييف في أعقاب الهجمات الروسية على البناء التحتية في أوكرانيا وذكرت الحكومة البريطانية أن كليفرلي أعلن خلال زيارته عن دعم إضافي بقيمة ثلاثة ملايين جنيه استرليني لصندوق الشراكة من أجل أوكرانيا لأعادة بناء البنية التحتية المحلية الحيوية وذلك بالتزامن مع أعلان وزيرة البيئة البريطانية تريز كوفي أن المملكة المتحدة ستخصص أيضا خمسة ملايين جنيه استرليني المبادرة التي تقودها أوكرانيا لشحن الحبوب إلى البلدان المعرضة لخطر المجاعة كما أعلن وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزينيكوف أن الحكومة الكرواتية وفقت على قرار بشأن تدريب أفراد من الجيش الأوكراني على أراضيها ووجه وزير الدفاع الأوكراني الشكر لرئيس الوزراء الكرواتي ووزير دفاعه على دعمهم المستمر لكييف معضحا أن زغرب تدرس خيارين لمساعدة أوكرانيا هما تدريب الجيش الأوكراني على أراضي كرواتيا وإرسال مدربين كرواتيين إلى أراضي دولة ثالثة لتدريب الأوكران نفل كراملين صحة المعلومات الصحفية التي تحدثت عن احتمال الإعلان عن تعبئة جديدة في البلاد وفي السياق ذاته أوضح المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوفا أن تصريحات أوكرانيا بشأن استعدتي شبه جزيات القرن التي ضمتها روسيا تؤكد رفضها حل المشاكل بطرق سلمية قال الكراملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي أمهات الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا اليوم وفي تصريحات له قال بوتين أنه لا يشعر بأي ندم على شن العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا ووصف الحرب بأنها لحظة فاصرة وقفت فيها روسيا أخيرا في وجه هيمنة غربية وأدت العملية العسكرية في أوكرانيا إلى مقتل وإصابة عشرات الألاف من الجنود من الجانبين نشر التلفزيون الرسمي الروسي لقاطات مصورة لما قال إنها لجنود روس وصلوا إلى موسكو بعد تبادل سجناء مع أوكرانيا ويظهر الفيديو طائرات تهبط في مطار تشيكا لوفاسكي بالقرب من موسكو والجنود يندرون منها ثم يستقلون الحافلات وقال رئيس منطقة دانساكا دينيسي فواشلان إن خمسين جنديا روسيا أعيدوا إلى روسيا مقابل نفس العدد من الجنود الأوكرانيين أصدرت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تقريرا تؤكد فيها أكثر من 15 ألف شخص في عداد المفقودين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اللجنة التي فتحت مكتبا لها في كياب أوضحت أن عملية التحقيق في المفقودين في أوكرانيا ستستمر ولسنوات منذ فبراير الماضي وتحديدا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبح أكثر من 15 ألف شخص في عداد المفقودين تلك الأرقام مصدرت عن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين إذ أكد مدير برنامج اللجنة في أوروبا ماثيو هولدي أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين تم نقلهم أو احتجازهم أو الذين هم على قيد الحياة ومنفصلون عن أفراد عائلتهم أو ماتوا ودفنوا في مقابر مؤقتة في يوليو الماضي افتتحت المنظمة والتي تتخذ لهاي مقرا لها مكتبا في كييف لمساعدة أوكرانيا في التوثيق والتعقب المفقودين اللجنة الأوروبية كشفت عن أن عملية التحقيق في المفقودين في أوكرانيا ستستمر لسنوات حتى بعد توقف القتال فيما يعد الرقم والبالغ 15 ألف شخص متحفظ عليه عند الأخذ في الاعتبار أنه في مدينة ماريبول الساحلية وحدها تقدر السلطات أن نحو 25 ألف شخص إما لقوا حدفهم أو فقدوا أما في كييف فقد هنا بدأت المنظمة جمعينات الحمض النووي وتكثيف القدرات لعملية تستغرق سنوات من شأنها أن تساعد المدعين العموم في إقامة دعاوى جرائم حرب وبالنسبة للجنة فإن الأعداد الضخمة والتحديات التي تواجهها أوكرانيا هائلة بالإضافة إلى خوض قتال مستمر مع روسيا ليس في الأفق القريب انقضائه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر